بعض الأنباء انتشرت اليوم ومنذ أيام أيضا عن فكرة عودة ليونيل ميسي إلى برشرونا سمعت هذه الأخبار هل تتوقع أنه ده ممكن يحصل في المستقبل أنا أعتقد أن ميسي لن يعود إلى برشرونا كلاعب كرة قدم كل ما أريد أن أقوله هو أنه سوف يعود لمدينة برشرونا اللي يعيش فيها لأنها تعجبه وكان يعشقها وبالتالي يعبون على رغبة أسرته وزوجته فأعتقد أنه سوف يستمر باللعب في باريس سان جرمان وأتمنى له التوفيق ولكن بالحديث عن عودته برشرونا فسوف يعد للمدينة وليس للنادي لأنه لديه منزل في برشرونا طيب لو عودنا للأصل هل كان من الممكن لبرشرونا أن يبكي على ليونيل ميسي هل كان فيه إجراءات ممكن يعملها ببرشرونا عشان يبكى ميسي في الفريق؟ لا أعلم من السهل جدا أن نفكر في الحلول وفيما قيل وماذا كان سيكون أو ماذا كنا سنفعل ولكن أيضا لابد أن نعضح في الاعتبار تأثير الجائحة التي وضعت النوادي في مآزق مالية وبالتالي أنا أعتقد أن أحسن لعب في العالم كان لديه فرصته وأعتقد أنه سوف يكون بيزار نفسه في باريس سان جرمان وأعتقد أن هذه المشكلة كانت مشكلة اقتصادية وبالتالي كان من الطبيعي أن يرحل وأعتقد أن اليوم ميسي تفهم هذا الأمر وقبل باللعب في البيس جي وذهب إلى هناك وأعتقد أنه سوف يجد مكانه هناك حتى يبدأ وأن يستعيد لقبه بأحسن لعب في العالم